السلام عليكم شوفوا يا إخوة نزلت منشور في مجموعة منبر النقاشات العقدية وقلت فيه السؤال الذي دمر الأشاعر لماذا عندما أعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء سأله الصحابة رضي الله عنهم هل رأيت ربك ولماذا لم يقل لهم هل أصبحتم وحبية تعتقدون أن الله في السماء بل قالهم رأيت نور وفي لفظ أن أراه وحجابه النور فماذا قال لهذا الأشعر الخبيث قال لي كذلك يقول النصارى عند الدعاء ربنا الذي في السماء وأنت تؤكد على كلامهم سبحان الله أنا ما قلت أن الله في السماء وما قلت أي شيء قلت طرحت سؤال بريء والسؤال وجيه النبي لما أعرج به وعاد إلى الأرض يعني في الغد قال للصحابة إنه إنه أعرج به إلى السماء السابعة إلى سدلة المنتهى وتكلمت مع ربي ورأيت أخي موسى في السماء السابعة وأبونا وأبينا إبراهيم في السادسة وكذلك زكريا في الرابعة وعيسف الثاني عليه السلام وكثير من التفاصيل وقال أني تكلمت مع ربي عند سدلة المنتهى ونزلت سورة النجم وكثير من الأدلة فالصحابة أول ما قال لهم النبي أنه أعرج به إلى السماء وتكلم مع الله في السماء عند سدلة المنتهى وهي أعلى يعني مكان يعني في الجنة سبحان الله الصحابة تبادل إلى أذهانهم مباشرة هذا السؤال وهو كما قال السلف والنبي لم ينكر عليهم ولم يقلهم كيف يعني أنتم هل تعتقدون أن الله في السماء كما تقول النصارى أو يقولوا هبي أن الله في السماء ويحكم ما قالها ما كذا وما أنكر عليهم بل أقرها مع ذلك وقال أن أراه وحجابه النور وفي لفظ رأيت نور يعني رأى نور الله ولم يرى الله إنما رأى حجابه الذي هو النور وهذا إقرار من النبي على أن الله في السماء فماذا قال لي هذا المشرك كذلك يقول النصارى على الدعاء ربنا نزي في السماء طيب هذا الدعاء على أن النصارى في هذا الباب أفضل منكم لأنهم يعتقدون بعلو الذات لله وما تجد أي نصراني إلا ويقول لك الله في السماء ويشير بعينيه أو بإصبعه إلى السماء وكذلك شيخكم الأشاعر وكل إنسان بالفطرة حتى الملحد أنا كملحد تتنقشت معه في الواقع وليس في المواقع عندما نتكلم سبحان الله هو لا يعتقد أن الله موجود من أصله ولكن سبحان الله عندما نتعمق في الحديث فيجده عندما يتكلم على الله يرفع يعني بصره إلى السماء فسبحانه هذه الفطرة والله مرة أتكلم مع فرنسي ملحد في الأول قل لا يوجد إله وهذا الكون جاء صدفة فبدأت تكلم معه يعني أن الصدفة هذه يعني غير موجودة وكل شيء يعني عنده سبب موجده قبله مثل الكرسي جاء من الخشب والخشب جاء من الشجرة ومشجرة ومشجرة جاءت من البذرة والبذرة من أن وجدها لم تجد نفسها بنفسها فأوجدها الخلق الأول وكثير من نقشات فنقشنا وأقسم لكم بالله وربي على ما أقول شهيد قال هذا الشخص هكذا يعني تقريبا باللفظ لا أعش من ذكر لأنه فهمت سنة الفين وواحد سنة الفين واثنين قال لي أنا أعتقد أنه يوجد شيء فوقنا يعني في أعلى يعني الكون خارج يعني الكون يعني خارج الزمان والمكان ويسهر على رعايتنا يعني ويراقبنا هكذا هذا والله ملحد أقسم لكم برب العزة ملحد فوقنا قال لي ويرانا ويراقبنا ويسهر علينا يعني قال لي هكذا بالفرنسية يعني يسهر علينا يعني ويراقبنا يعني فقلت له طيب وهذا الذي تعتبره أنت قوة وقال لي هكذا قال لي يعني قوة خارقة يعني تسهر علينا يعني وتراقبنا إن فوق الشبخام كيفي سيغنو قلت له وش علاقتك بهذه لا قل لي ما عندي بحتي علاقة أنا أؤمن يعني هذا الحمد لله بعد ما بنا تكلمت معه وقال لي أنا لا أمانع وصحيح يعني يوجد قوة خارقة فوقنا يعني أعلى مننا وفوقنا وتحرسنا وتراقبنا فقط أما علاقتي به قل لي ما عندي بحتي علاقة أنا لا أصدق الديانات والكتب قال لي هذي كلهم روضع البشر لكن قال لي الآن أصبحت أعتقد اعتقاد جاز بأنه يوجد قوة خارقة فوقنا شفتين هذا الملحد بعد نقاش طفيف والله ما تكلمت معه أنا وقت هفمتني حتى الصلاة وصلي يعني صلاة عادية ما زلت لستمتعمق لا في العقيدة ولا أعرف ولا أي عقيدة ولا أي شيء والله بل أعرف حتى ما معنى العقيدة الأشعرية ولا الفرق والله يعني يدوبك يعني وصلي صلاة عادية فسبحان الله كيف يقول إيش واحد ممكن يعني أن تقول أنا الله في السماء أنا والله ما تكلمت معه لعن مكان الله هل هو في السماء أم في الأرض ما تكلمت معه تكلمنا حلقة في وجود الله فذهب مباشرة بفتراته هذا الملحد وقال لي أن يوجد فوقنا قوة خارقة تحرسنا وتراقبنا وهي فوقنا نقال لي هكذا وأشار أقسم لكم بالله بإصباعه وعينيه إلى السماء فوق فسبحان الله يعني الله يعني لا أدري هل أشعر هذي يعني طمسط ومحو يعني 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 ومحيت فتراته أم ماذا والله لا أدري والله يعني سبحان الله الله المستعر على كل حال الله يهدينا ويهديهم ترجمة نانسي قنقر